السلام عليكم ورحمة الله وإهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلا وكل الهلة بكم اليوم رح نسوي كيكة غردانة بصوص الشوكولاتة جدا طيبة وسهلة وبسيطة أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه أول مرة يشوفون بها قناتي أتمنى تشتركون بها وتنورونا خلونا لايك من إيدكم الحلوة حتى تدعمونا الفيديو والقناة أحب أنوه أنه الفيديو اليوم برعاية قناة عراقية مميزة ألا وهي قناة مطبخ بنت بغداد صاحبتها جدا عزيزة على قلبي مبدعة عراقية تستحق كل التقدير والإحترام قناتها هي هذه أتمنى تزوروها تشوفون الوصفات مالتها وصدقوني أبدا ما تندمون وصفاتها جدا حلوة خصوصا في مجال الكيك والحلويات لأن هي دارسة هذا المجال أخذت اليوم وصفة من وصفاتها رح نجروها سوية إذا حبيتوا تزورون قناتها وشوفون الوصفات الموجودة بيها رح أخلي لكم الرابط مالتها في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق هس خلنشوف شلون رح نسوي هاي الكيكة الحلوة اللي أخذناها من قناة مطبخ بنت بغداد عدنا هنا يا جماعة في خلاط الكيك ضفت 3 حبات من البيض وضرف من الفانيلا رح نخلط هسة البيض كل جزيلا إلى أن يتغير لونه وصير لونه فاتح دائما أأكد أنا على هذه الخطوة أثناء خلط البيض أنه تخفقون البيض إلى أن يتغير لونه وصير لونه فاتح بهشكل هادئ اللي شفتوه ما رح يبقى وياكم العفو أي طعم للزفرة من تخفقون البيض بصورة جيدة ضفت هسة كوب من السكر واستمريت بالخفق إلى أن صار عندنا المزيج أشبه بالكريمة هسة رح نبدي أنضيف المكونات السائلة رح نضيف كوبين من الحليب السائل إذا ما عدكم حليب سائل فلكل كوب من المي ملعقتين طعام من الحليب الباودر ويصير عندنا كوب من الحليب بعد أنضفت كوبين من الحليب رح أضيف كوب من الزيت النباتي كملت إضافة كل المواد السائلة رح ننتقل لتحضير المواد الجافة عندي هنا ثلاث أكواب من الطحين الأبيض يانوا طحين تستخدمون الطحين اللي يعجبكم بالنسبة للناس اللي سكنة بالعراق فاستخدموا دائما طحين الفاخر كلش طيب يطلع بالكيك مثل ما شفتوا ضفت ثلاث أكواب قياسية من الطحين الأبيض ضفتوا إياها ظرف من البيكن فاودر ونصف كوب من الكاكاو الكاكاو هو الكاكاو الخاص بالكيك والحلويات رح أنخل هسة كل المكونات مع بعضها وهذه الخطوة ضرورية يعني سواء الكيكة يعني حتى لو مثلا ناس غيري مساويته سواء نخلق الطحين ما نخلق أنا عندي سولة لازم أنخلوا الطحين ويا البيكن فاودر والأشياء الموجودة ويا سواء كاكاو مثلا أو نشة حسب الوصفة هذه الخطوة تخلي الكيكة هشة أكثر مثل ما شفتوا بعد أن خلط الطحين ضفت الخليط مات الطحين إلى خليط الكيك أو خليط السوائل اللي سويناه بالبداية ضفت بالتدريج وخففت سرعة الخلاط واستمريت بالخلط إلى أن امتزجت عدنا كل المكونات وصار القوام مات الخليط بشكل هذا اللي دا شوفوا رح أحركه هسه شوية بحركات دائرية على مود ندخل أكبر كمية ممكنة من الهواء داخل الخليط وبالتالي من نشوي الكيكة صير عدنا هشة ومدومفوشة مثل ما نقول جبت هنانا القالب والقالب مدهون بشوية زيت طبعا أنا ما حب أستخدم هاي القوالب المعدنية بالشوية لكن حبيت شوية أغير من شكل الكيكة القالب المعدنية دائما فاشلة بالشوية بصراحة لكن استخدمت اليوم من باب التغيير رح ندخل القالب إلى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة متوسطة تقريبا 170 درجة مدة الشوية تقريبا تاخذ من 20 إلى 25 دقيقة حسب حرارة فرنكم ممكن أقل راقبوها أنتوا أول شيء اشووا منها لأسفل وآخر دقيقتين فقط شغلوا الشواية العلوية يعني مدة الشوية مالتكم مطويلة لذلك انتبهوا للكيكة مالتكم ما تاخذ أكثر من 20 إلى 25 دقيقة أثناء هذه الفترة بديت أحضر الكريم شانتي كوب من الحليب البارد مع باكيت كامل من الكريم شانتي نخفق المكونات إلى أن تتكثف وصير عندنا الكريمة طبعا مرات باكيت الكريم شانتي يجي بيه چيسين مرات يجي بيه چيس واحد شعيتكم بالباكيت ضيفوه چيس واحد، چيسين، خليلكم ثلاثة باكيت كامل من الكريم شانتي وخفقوه ويا كوب من الحليب البارد هذا هو شكل الكيكة بعد أن طلعتها من الفرن طبعا ارتفعت منها الوسط فقط هذا بسبب القالم المعدني لو مستخدمة آني تيفال أو مستخدمة مثلا بافون أو بايركس رح تطلع عندنا الكيكة طبقة كاملة أو بارتفاع واحد فشلت آني الطبقة الوسطية اللي شفتوها وثقبتها بشكل هذا يعني هواية هواية ثقبتها على مود نغرقها بصوص الشوكولاتة فطوما استخدمت صوص هي ثوتة كوب من الحليب الساخن ذوبت به شوكولاتة وضافته فوق الكيكة آني عندي أصلا صوص مع شوكولاتة جاهز لذلك اختصرت على نفس الدرب وضفت هذا الصوص وضفت أول شي مثل ما شفتو على كيفية بعدين شفت هاي رح تاخد فترة طويلة فتحت القوغمات البطل وضفت صوص الشوكولاتة كله وغرقت الكيكة بيها رح أكتب لكم بصندوق الوصف شنو استخدمت وأيضا رح أخلي لكم الرابط مع تلف فيديو اللي آني طبقت عليه على مودة شوفون هي شلون سوتها فزوروا صندوق الوصف وأخذوا المقادير وزوروا أيضا الفيديو مالتها الأصلي يمكن نسيت أذكر لكم خطوة مهمة أنو صوص الشوكولاتة والكريم شانتي نضيفها ورما يبرد قالب الكيك تماما من يبرد يلا نسوي هاي الخطوة مات الشوكولاتة ومات الكريم شانتي مثل ما شفتو بعد أن ضفت الشوكولاتة الكيكة امتصت الصوص اللي ضفته وبعدين بديت أضيف طبقة من الكريم شانتي اللي حضرنا اللي ما يحب الكريم شانتي الأبيض يقدر يستخدم الكريم شانتي بالكاكاو أو الشوكولاتة رح نجي هسه لتزيين سطح الكيكة مالتني والتزيين هذا طبعا اختياري حسب الأشياء اللي تحبوها حسب الأشياء المتوفرة فالطومة استخدمت زبدة اللوتس للتزيين استخدمت آني النوتيلا حسب المتوفرة عندكم وحسب الأشياء اللي تعجبكم رح أسوي طبعا نفس التزيين مالتها لأنه حلو ونازق مثلها وكل ذوق فسويت بهشكل هذا تزيين باستخدام النوتيلا والنوتيلا طبعا تقدرون تخففوها بشوية زيت يعني مثلا كل ملعقتين طعام من النوتيلا أضيفو لها ملعقة طعام واحدة من زيت النباتي تخلطوها وتتخفف عدكم وبهشكل هذا بعد أن تخففوها تخلوها بكيس الحلويات وتسوون خطوط بهشكل هذا وباستخدام عود خشبي نبدأ نشطبها أو نخططها مرة من اليمنى نبدأ ومرة من اليسرة وصار عدنا تزين حلو ولطيف هاي هنا صار عندي خطأ بالتخطيط وهل أعوفه مستحيل لازم أصلحها فصلحته بهشكل هذا اللي شفتوه مثل ما دا شوفون مرة مشينا بالعود الخشبي من اليمنى لليسرة بعدين مشينا من اليسرة لليمنى وصار عدنا هذا التزين الحلو هس راح ندخل القالب للثلاجة تقريبا ساعة وحدة بس على مود عدنا الكريمة تتماسك وصير قالب واحد ويا الكيك وبعدين نقطعها وتكونوا يا نجاسة هذا شكل القالب بعد أن طلعته من الثلاجة هس راح نحرر الأطراف بهشكل هذا على مود نفتح القالب طبعا مو ضروري تستخدمون نفس القالب أي قالب عدكم متوفر تقدرون تسوون بهذه الكيكة لكن اليوم شوي من باب التغيير حبيت استخدم هذا القالب المستطيل وبعد ما استخدمه أنا ما أحب أبدا القالب المعدني بالشوي لكن يلا ما يخالف ما شوي لياه اليوم بشكل هذا رفعت الحافات الخارجية مات القالب ورح نبدأ نقطع القالب مالتنا ويكون ويانا جاهز للأكل طبعا شكله كلش حلو ومثل ما دا شوفون القالب غرقان في صوس الشوكولاتة أرجع وأذكركم إذا حبيتوا شوفون طريقة عمل صوس الشوكولاتة اللي سويته فطومة تقدرون تضغطون على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو المثبت في أول تعليق ورح يحولكم للفيديوه الأصلي اللي أخذت من عنده الوصفة أنا استخدمت الصوس جاهز اختصرت على نفس الوقت تقدرون أنتوا تحضرون الصوس بالبيت واتغرقون بالكيكة مالتكم هذا هو شكل الكيكة من الداخل للمتابعتي إلها شفتها أنه فعلا فعلا محترفة وتعرف الشيء اللي دا تسوي فإذا حبيتوا أصدقائي اتابعوا قناتها زوروا الرابط الموجود في صندوق الوصف والمثبت في أول تعليق وإن شاء الله أتمنى لها كل التوفيق وكل الخير لأنه تستاهل عاشت إيدش على الكيكة الطيبة وشكرا جزيلا على وصفاتش المضبوطة أشكر متابعتكم أصدقائي ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى مع ألف ألف سلامة